منتخب مصر ان شاء الله الغينية بسوء. انت كنت شاف انه تمن ساعات ونصفر. هاخده تمن ساعات ونصف. يوصلوا بالسلام ان شاء الله. كنت شاف ان هما لازم يطلعوا بدري شوية. يعني دي وجهات نظر برضو. انا فاهم طبعا. لكن انا رحلة طويلة النهاردة اكيد مش هبه فيه تمرين. لا هاتمرانوا الصفر. كنت افكر ان انهم احنا الابن الخميس. اي. مسافر الجمعة. ان احنا تعبانين. ونعمل الريكافر بتاعنا. ونعمل الحاجات دي كلها. نفس التوقيت اللي احنا مسافرين ده. بس كان يبقى الجمعة. عشان يبقى عندنا الجمعة الصفحة. عمالنا الريكافر. والخميس بالليل. والتلج. والحاجات. وكل الامكانات. نتعى البعثة. بحيث انا لما الجمعة هناك. هيبقى قدامي. سابته حد قبل ملعب. يوم الاثنين. يبقى الملعب ازاي. حارف الكلام ده. في تدريب رئيسي. مش تدريب خفيف. لكن ماذا قلت له هما سافروا النهاردة. فاصبح بكرة السبت. بكرة الحد. والمطش الاثنين. يعني ثم الواحد. يعني ثم الواحد مش. يعني هو ما هو الا ايه. هنقول ايه. استرخاء الكور السبتة. وتحركات. وفك تعب. يعني انا كنت افضل انها كانت تبقى زي ما هما كانوا حطانها في الاول. وهما كانوا حطتين كده في الاول. طيب. خلينا رجع على مطش بوركينة مرة تانية واسألك. من اللعيبة اللي شفت انه حسام حسن اجاد توظيفهم. او انه هما ظهروا بادوار. ما هي دي اللي هنرجع فيها. مختلفة الشوائق. بنقول ان طريقة اللعب. احنا قلنا في الاثنين وثلاثين فريق كاسعالم في ست طرق اتلعبت. طرق كتيرة يعني. فيه اربعة تلاتة تلاتة. فيه اربعة تلاتة واحد. فيه اربعة اربعة تلين. فيه ٣ خمسة تنين. اللي احنا شوفناها دي والكلام ده كل. لكن الواجبات اللي انا بديها للعيبة انها تنفسها هي اللي بتحكم على الطريقة دي انها نجحت املها. كل ما كان اللعب اللي عندي. وكل ما كان المدرب. عنده رؤية إن اللعب ده يقدر ينفذ الواجبات دي في الطريقة دي يبقى دي هي اللي هتساعده على النجاح لكن ما ما قدرش أقول ده برضو جزء من التدريب من التدريب اللي هو بعد المغرات عمل كان التدريب قبل الصفر طبعا النهاردة فطبعا اللي يشوف كلها تدريبات ما هي إلا تدريبات خفيفة استرخاء بس شفنا صلاح بدور مختلف شويا اللي كنا متعودين على صلاح فكرة أنه وارس مركز الجناح اليمين هو عايز يطوره ويخلي دوره هنا أكبر أنه يبقى حر يتحرك في الملعب كيفة ما شاء دي ليه عشان صلاح ما تمسكش لأنه سهل جدا هو فكر حسامي حيلعب في الحتة دي فحيجبوله حد ولا اتنين يمسكوه فحيتمسك حسامي وحسامي مش حيبقى يعني صلاح مش حامل حاجة فهو لعبهم بالطريقة دي تلاقي حسام صلاح كان في رصة الملعب صلاح بيلعبها وبعدين ممكن يقرب ممكن يعمل كده التدوير الداخلي زي ما بتقول إن فيه تدوير لعيبة تلعب يبقى بره وبعدين تخش والماتش ده ما نعبش فيه تدوير داخلي للعيبة اللي احنا شايفه ثم الانطلاقات اللي هي بتيجي من الخلف ويمكن الهدفين جوم بنفس الطريقة دي زي جي كان متقلق متواهج متقلق بصراحة نجم فوق العاجة على الفكر الولد ده ما زوم إعلامية نجبة الفاتحة نجم فوق العاجة بس هو هو نفذ ايه هو نفذ ممكن ما كانش ينفذ المفروض عليه لكن لا احنا بنقولك انت هنا دي الروح والفاتس بيرت لما صلاح لعبة الكرة ولقى الكرة عالية هو شايف الملعب كله فبدأ هو اللي هنطلق ويجري وينط ويركب الكرة نموذج لضربات الكرة بالرأس تلاقي الكرة جوه الجول الكرة التانية اللي تلعبت له من بعيد برضو مهارة عنده استقبال ثم الانطلاق ثم المراوغة ازاي ما أنا ممكن يعني أرأس واحدة نفسي بره اللعبة وارجع تاني محتاج حاجة تانية لا ده هي ترئيسة بتصليحة يعني هو رأس اللاعب او لعب اللاعب اه زي الحاجات اللي بتشير اتنين في واحد ثلاثة في واحد صحيح والله هي الترئيسة بسندة اه هي كده والتانية كان عارفة كان عمل زيها مام عشور عمل واحدة بالزبط زي دي الصحيح بس كان تفيدة شوية بس التوفيق بقى في التزديد ان هو ينهي الهجمة ازاي ترعب بره اذا الحاجات دي هو يعني يقولك ايه كان دايما يقوله في الانجلطرة ازاي تخلق مساحة خالية فالمساحات كانت موجودة بطريقة اللاعب اللي احنا بنرعبها خلقنا مساحات لنا لاعب فيها نزول مهاجمين منتخب مصر صلاح وتريزيجين كانوا يسحبوا فرقة بوركينة ويفضلوا وراءهم فانت خلقت المساحة الفاضية ازاي تستغل المساحة الفاضية انها تتلقى